ترجمة نانسي قنقر ورحمة الله يا أحبابي درسنا اليوم عن سورة الأعلى فهيا نبدأ أرسل الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس رسالة الله تعالى ويبلغهم وحي الله تعالى له وهو القرآن الكريم الذي جاءت فيه كلمات الله لنا في سور تعلمنا منها سويا بعضا من السور ومن سور القرآن الكريم التي سنتعلمها سويا سورة الأعلى والتي قال الله تعالى فيها للنبي صلى الله عليه وسلم والناس بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله وثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك ليسرا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم ومعنى آيات سورة الأعلى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى أي سبح الله يا محمد ويا كل إنسان خلقته وهذا بأن تقول سبحان ربي الأعلى وأنت مؤمن أن الله واحد وأعلى لا شريك له ولا يحتاج لأحد فهو القوي القادر الأعلى الذي لا يوجد من هو أعلى منه قدره فسبحان ربنا الأعلى أما قوله تعالى الذي خلق فسوى أي أن الواحد الأعلى هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وجعلهم في أجمل سورة فالله خلق العالم بطريقة مليئة بالإتقان والجمال فالحمد لله على ذلك أما قوله تعالى والذي قدر فهدى أي أن الله تعالى كتب للمخلوقات جميعا حياتهم وجعل لكل مخلوق الحياة التي تناسبه وفيها الخير له وأرشده لما يجب أن يفعل حتى يحيى حياته تلك في طاعة الله تعالى يفوز بالجنة وينجو من النار أما قوله تعالى والذي أخرج المرعى أي أن الله تعالى هو الذي خلق الزرع والأكل الذي نأكله من الأرض فالله هو الذي يزرعه ويسقيه وينبته فالناس يا أبنائي لو كانوا هم من يسقون الزرع بالماء فالله هو خالق الماء وهو الذي يجعل الماء ينمو به الزرع فمهما فعلنا اللهم هو الرازق والخالق والفاعل لكل شيء فالحمد لله أنه الله أما قوله تعالى فجعله بثاء أحوى فمعناه أن الله هو الذي حكم وقدر أن الزرع بعد فترة يتغير إلى الجفاف والإصفرار ويذبل ويموت فهو الذي يغير كل شيء بقدرته أما قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى فمعناه أن القرآن الكريم سيجعله الله في صدر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يبلغه للناس وسيقرأ أيضا على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى يسمعه الناس ويتعلمه أما قوله تعالى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى أي أن الله تعالى إذا أراد أن يجعل النبي ينسى بعض الآيات ولا يبلغها للناس لأنه يعلم ما المفيد للناس وما هو غير المفيد لهم فإن الله يفعل ذلك لأنه يعلم كل شيء سواء كان ظاهرا لنا أو مخفيا عنا أما قوله تعالى ونيسرك لليسرى أي أن الله ييسر ويسهل دائما للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل أموره خصوصا تبلغ رسالة الله للناس فالحمد لله رب العالمين الذي يسر تبلغ الرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تصل إلينا فنحيا مسلمين وندخل الجنة بعد الموت كذلك الله ييسر الأمور لكل عباده فهو الرحيم القادر أما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى أي بلغ الناس رسالتي إليهم يا رسولي يا محمد وبلغهم القرآن الكريم وذكرهم بهذا الوحي دائما لعلهم يسمعون كلاما وينفعهم تذكيرك لهم وتذكيرك لهم هذا سيسمعه ويطيعه الذي يخشى الله منهم أما قوله تعالى أي أن تذكيرك للناس بأوامر الله تعالى يا رسولي يا محمد لن يسمعه الإنسان الذي لا يخاف الله ولا يهتم بأوامره وهذا الإنسان جزاؤه عند الله النار في الآخرة يعذب فيها ولا يخرج منها أو يموت فيها فيرتاح نسأل الله أن يبعدها عنا وأن يرزقنا الجنة بدلا منها أما قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أي أن الإنسان الذي يطهر نفسه من الذنوب دائما بالتوبة إلى الله تعالى بأن يندم ويترك الذنوب والذي يدعو الله دائما ويصلي الصلوات الخمسة المفروضة في أوقاتها هو الإنسان الفائس بالجنة أما قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا أي أن أغلب الناس يحبون الدنيا ويعيشون فيها ناسين عبادة الله كما أمرهم وبهذا يكسبون الدنيا ويخسرون الآخرة أو الجنة أما قوله تعالى والآخرة خير وأبقى أي أن من يخسر الجنة التي جعلها الله جائزة لمن عبد الله كما أمر يكون قد خسر الدار الآخرة التي هي أفضل من الدنيا لأن الدار الآخرة أو الجنة هي الدار التي يعيش فيها الإنسان إلى الأبد لا يموت فيها ولا يخرج منها أما قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى أي أن أوامر الله هذه كلها التي جاءت في سورة الأعلى وكيف يدخل الإنسان الجنة وكيف يبتعد عن النار هي أوامر ذكره الله للأمم التي كانت قبلنا الذين أرسل الله لهم رسلا وأنبياء وقد أخبرهم الله بهذا كله في كتب نزلت قبل القرآن أما قوله تعالى صحف إبراهيم وموسى أي أن ما أنزله الله على الأمم السابقة قبل القرآن كان مكتوبا في صحف نزلت على النبي إبراهيم عليه السلام ونبي الله موسى فالحمد لله الذي أرسل لنا الأنبياء والرسل حتى نتعلم كيف نفوز بالجنة ونتعلم أيضا كيف نبتعد عن النار ومما تعلمناه الآن نجد أن معنى فسوى أي أتقن قدر فهدى أي أن الله كتب حياة مخلوقاته وأرشدهم حتى يعيشوا عابدين له فيدخل الجنة وثاء أحوى أي ذابلا يابسا لا حياة فيه تؤثرون أي تفضلون وبهذا يا أحبابي نكون قد تعلمنا من سورة الأعلى أن الله خلق الإنسان ليعبده ويسبحه وأنه خلق للإنسان نفسه وأن الله الرحيم لم يترك الناس الذين كانوا قبلنا فقد وضح لهم كل هذا حتى ينجيهم من النار فالحمد لله رب العالمين